انا شايفك اه يعني انت بتحب الطرف الثاني بتحب الشريك جدا اه شايفك كمان انت شايفه بالنسبة لك فرصة اه شايفك بتشتغل على العلاقة كتير جدا عشان انت هتنجحها عشان اه تخليها تمشي لقدام اه شايفك كمان ممكن طالب منه فرصة يعني من يعني انك هتتطور وانك هتتحسن اه بنسبة لك او يكون ده تفكير الطرف الثاني شايفك كمان ممكن تكون اه مستني منه فرصة اه في موضوع كمان مادة اه غالب على القراءة جدا يعني بنسبة لك انت بتفكر في المادة بشكل كبير ممكن بعضكم في اه تعصر في الحالة المادية ممكن بعضكم حاسس ان الحل هيكون في الوضع المادي يكون متحسن ده للبعض منكم ده بالنسبة لتفكيرك انت ودمغك انت في الوقت الحالي تفكير الطرف الثاني اه فيك ايه او في العلاقة انا شايفه بيشوفك يعني اه كارت الماجيشن هنا يعني الساحر اه هو يعني يا اما بيشوفك اه اه يعني شخص جذاب واجميل وعندك ادوات كتير وتقدر اه اه توصل العلاقة اه لشكل افضل او ان هو اه يكون اه بيشوفك شخص مخادع اه كمان تفكيره من ناحيتك كعاطفي زيادة عن اللذوم انت الآثو في السينديكال تلعيتلك في القراءة مرتين يعني مرة بتفكيرك انت ومرة بتفكيره هو انتو محتاجين فرصة. والفرصة دي على فكرة مرتبطة بالمادة آآ كتير. ومرتبطة بالاستقرار ومرتبطة بالثبات. مرتبطة بالآآ آآ برخاء بنجاح بحاجات كتير قوي. يعني انتم الاتنين تفكيركم كتير مقارب من بعض. لكن في آآ في تفكير الطرف التاني كمان انا شايفه هو خايف انت آآ ما تصبرش معاه ما تستحملش معاه تمشي وتسيبه آآ في تفكير الطرف التاني آآ من ناحيتك كده. آآ تفكيره كمان من ناحيتك هو دايما يعني بيشوفك انت الحنان او انت الامان اه هو المفروض آآ يكون بالنسبة لك آآ يعني ممكن اقول لك على حاجة. ممكن لبعضكم اللي انت بتتعامل مع شخص يكون عاطفي مثلا جدا او بيحبك قوي وشايفك حاجة كبيرة قوي وشايف ان هو المفروض يقدم لك حاجات كتير ويعمل لك حاجات كل اللي انت عايزه بس هو مش قادر وهو بيحس ان هو لما مش بيقدر آآ بيحس انه عايز يمشي. عايز يمشي للسبب ده. ان هو مش قادر يعمل لك اللي انت عايزه او يحقق احلامك آآ اغلب الطاقة اللي موجودة معاه هي ممكن ما تنطبقش على الكل على البعض لكن هي دي الطاقة اللي موجودة قدامي هو ده اللي انا شايفه آآ آآ الشخص ده آآ في حب كبير لي جدا. وبعضكم لو انتو زعلانين يعني انتو متزاوجين بس في زعل بينكم وبين بعض الشخص ده عايز يعتذرع. عايز يتكلم معيك. عايزة يصفي الامور تماما. عايزك ان انت ساعة تديله فرصة. آآ من ناحية نوايات جاه العلاقة. آآ انا شايفة نوايات جاه العلاقة حلوة جدا. آآ نوايات يعني اول حاجة يعني انا شايفة لسي نفقت. هو عايز علاقة نكحة من كل حاجة. تبقى انتو الاتنين مبسوطين وعندوكو بيت واسرة واتقال وحياتكو سعيدة وكويسة كمان بيشوفك ان انت الشخص اللي بتكمنه. آآ بيشوفك يا برج السرطان ان انت السلميت بتاعه. آآ بيشوفك انك انت آآ يعني انت منه وهو منك. دي نظرته ليك او دي نوايات جاه العلاقة. انكم انتو الاتنين تكونوا متحدين جوه بعض. آآ وشايفة كمان في نواياه هو ممكن يكون بيلجأ لربنا كتير. بيدعي ربنا كتير انكم تكونوا مع بعض او انه انتو تبقوا آآ بالشكل اللي هو عايزه. آآ بالذات كمان يا برج السرطان لو انت بتتعامل مع طاقة مائية زيك او نيرية بالذات برج الحمل او الاسد. او طاقة هوائية. آآ هو كمان آآ بنوايات جاهك انه عايز يكون نجاح وعايز يحقق نجاح معيك. عايز يحقق معيك انتصار. عايز الزواج ده يعني انا شايفة انت بتتعامل مع شخص او الطاقة اللي قدامي. بتتعامل مع شخص. سواء انت راجل او ست. كل نواياك ويسه جدا في جه العلاقة. آآ كمان ممكن يكون الشخص ده مجروح من حاجات كتير او بيعاني من ظروف وحاجات كتير او غير العلاقة العاطفية او غير ان هو عنده مشكلة معيك في العلاقة العاطفية. لا هو في عنده مشاكل تانية كتير او يكون بيشوفك انت شخص كده. يعني انت شخص آآ اتعبان مش ناقص مش متحمل. انت شخص بتعاني من حاجات كتير. فهو عايز يعني عايز يخرجك من ده. عايز يخرجك من الحالة دي. يا اما يكون هو شخص هو نفسه اللي شخص عامل كده. فانا شايفة تفكيره ناحيتك نواية جهة العلاقة قويسين جدا. حدا دلوقتي ايه ما سير العلاقة. اها مصير العلاقة. اها شايفة اني فيكو حدا هياخد قرار بشكل المتهور. آآ ممكن آآ يعني انا شايفة بص هي قرارة ممكن تكون عكسية بس الطرف التاني آآ تفكيره من ناحيةك كده ممكن انت برج السرطان تاخد قرار متهور ممكن تكون بتشك في حاجة آآ في حد هياخد قرار متهور بين ان هو آآ يمشي يسيب العلاقة دي وآآ ويمشي وهيحس ان هو آآ كده تمام آآ كده هو سليم آآ كده هو بيعمل الحاجة الصحة كده هو حقق انتصار لنفسه آآ برغم ان هو هيكون تعبان جدا هو بيعمل كده او بيدوس على حاجات كتير او بيصير بي بيستقوى على الطرف التاني لكن في حد هيعمل كده آآ وبعد ما هيعمل كده هينزوي بقى مع نفسه يعني هينزوي مع نفسه يفضل يفكر في كل حاجة يعني مش بشكل انطوائي لأ آآ بشكل اكتشافي اكتر يعني ان هو هيتعمل بقى في شكل العلاقة عاوز ياخد وقت مع نفسه مثلا تفكير آآ مراجعة حسابات آآ مراجعة اخطاء حاجات من النوع ده ده اللي انا شايفيت مصير العلاقة عايزة اتحابك كارت تاني لمصير العلاقة معنش بسم الله الرحمن الرحمن مصير العلاقة بالنسبة لبرج السرطان آآ آآ هو الشخص ده آآ حذر من حاجة او انت يعني ممكن حد فيكو آآ هيبقى عنده قلق هيبقى عنده تخوف من حاجة هيبقى خايف آآ بالذات لو انتو برج آآ ناري بتتعامل مع برج ناري او ترابي آآ شايفة فيه تخوف آآ شايفة آآ شخص آآ ممكن مجروح كتير وآآ وخلاص مثلا خايفي كمل خايفي جازف آآ شخص ده حذر او تكون ده احساسك انت وانت اللي هتمشي عايز تمشي من العلاقة دي آآ يا برج السرطان ده بالنسبة لمصير العلاقة وده هيكون في الوقت الحالي آآ هي مش آآ مش طاقة مستمرة يعني طب نصيحة بتاعتك آآ انا شايفة نصيحة بتاعتك برج السرطان انك آآ يعني آآ آآ حاول انك تجغل نفسك وبعد عن التردد آآ انا شايفيت كمان في نصيحتك انه انت كمان ممكن يكون عندك اوهيم عندك افكار كتير بتفكر في حاجات كتير آآ ممكن ملهاش علاقة بالواقع آآ ممكن لبعضكم انت عندك اختيارات كتير فصاروا عايز يقولك انك تحدد اختياراتك آآ بعضكم ممكن يكون عنده شك في علاقة ثلاثية بيشك في علاقة ثلاثية فهو عايز برضو يقولك ان ممكن انت تكون متوهم ان ده مش آآ مش حقيقي او لو انت متأكد ان هو حقيقي ممكن تكون علاقة مستبتة او تكون حاجة انتهت خلاص وانت لسه تفكيرك موجود فيها آآ وبعد عن السلبية وانك آآ آآ تبوصل نفسك بنظرة آآ آآ نظرة يعني المدني عليه آآ آآ لأ انت يا شخص كويس وانت شخص يعني الحبيب بيشوفك حاجات كويسة جدا فإيه ده عن النظرات السلبية للي حواليك او لنفسك انت او انك تشوف نفسك مظلوم او مدني عليك آآ اخرج من الحالة دي اخرج كمان من حالة الندم آآ بزداد على المستوى المادي آآ لان انت ربنا يعودك بحاجات حلوة كتير قوي جاية يعني انا شايفة انت ماك شخص بيحبك شايفة الاسف انت عندكو فرصة كمان ممكن يكون عندكو آآ عطاء مادي من ربنا سبحانه وتعالى او حل آآ من ربنا لاستمرار العلاقة دي لكن في نصحتك انا شايفاك تبعد عن حاجات كتير ممكن تكون لبعضكم بيعملها في الوقت الحالي آآ بيتمدم بيتحصر كتير على حاجات فاتت على حاجات مضت آآ ممكن بعضها يخص المادة بعضها يخص حاجات هو عملها لشخص وملقاش منها نتيجة ابعد عن التفكير ده او تفكير في وجود طرف ثالث عن اوهام كتير في المغت لو بعضكم عنده علاقات كتير آآ يبعد عنده ويحدد هدفه ويحدد اختياره بالنسبة لبرج السرطان آآ متزوجين آآ القراءة انتهت باتمنى لكم الخير والسعادة والتوفيق آآ ما تنسوش اللايك والشير والسابسكرايب آآ شكرا للمتابعة برج السرطان متزوجين ونروح للعازبين دلوقتي برج السرطان بالنسبة للعازبين هنقول مع بعض القراءة هتكون عبارة عن آآ انت ايه اللي نستنيك او ايه اللي جاي لك او ايه اللي بيحصل في حياتك آآ لو انت بتحب حد او فيه في حياتك شخص ايه تفكيره آآ تجاهك او تجاه العلاقة ايه نواية تجاهك او تجاه العلاقة ايه مصير العلاقة مع الشخص ده وكمان النصيحة بتاعتك للفترة دي ان شاء الله آآ هقول لي الطاقة بتاعتك الاول برج السرطان انا شايفك يا برج السرطان بالنسبة للعازبين والغير مرتبطين انت حاسس انك في وضع متكتف انت مقيد في وضع معين الوضع ده تعبت جدا وانت مقيد فيه وحاسس انك مش عارف تخرج منه آآ كمان شايفة في عندك آآ يعني انت عايز تحسب مثلا يعني هنا ممكن تقول لي حاجتين انت بتدور على زواج وعلى استقرار وعلى سعادة وانك تعيش حياة مستطرة بشكل يرضيك آآ لكن انت متكتف ومش عارف آآ انت متكتف ومش عارف يعني الموضوع خارج عن ايدك او انك تكون بتتعامل مع شخص متزوج آآ وانت برضو متكتف وحاسس ان الموضوع خارج عن ايدك آآ يعني انت بتحبه او كده لكن القرار مش عندك انت القرار عند الشخص تاني آآ ده بالنسبة للعازبين والغير المرتبطين كمان انا شايفة لبعضكو آآ ممكن يكون فعلا في علاقة ثلاثية يعني انا شايفة كمان من من الطاقة ومن القرار قداني في احتمال كبير قوي آآ تكون لبعضكو يكون في علاقة ثلاثية آآ لو انت في علاقة ثلاثية فانت آآ بواصل على العلاقة الثلاثية دي وعايز تلاقي لها حل باي شكل وانت كمان في حواليك حب كتير او ممكن يكون في شخص تاني بيحبك او بيرقبك او بيبص عليك وبيحاول يبين لك حبه بس انت مش شايف كل ده انت بتبص على العلاقة اللي انت موجود فيها ده من ناحية لو انت في علاقة ثلاثية لو انت مش في علاقة ثلاثية بورج السرطان انت آآ يعني ممكن قاعد مسلا نستني انك يعني يحتل الارتباط آآ بيبص على كنين فاتت من عمرك او بيبص على مشاكل حصلت في حياتك او بيبص على وضع انت مقيد فيه آآ لكن اللي بعد كده لزا ثور بيقول لي انك انت في تغيير جذري هيحصل في حياتك يعني انا شايفة انه بالنسبة لك هيكون اللي فات هيكون يعني كان حمادة واللي جاي حمادة تاني خاطر آآ فانت فيه تغيير جذري هيحصل في حياتك طبعا من الناحية العاطفية لان انا كريمي على الناحية العاطفية آآ فيه تغيير جذري هيحصل وتطور هيحصل للاحسن فيها علاقة هيكون فيها صلحة هيكون فيها تفاهم هيكون فيها اعتذار آآ ممكن تكون من شخص ده من الماضي او كنت تعرفه من الصفولة او جار او زميل في الشغل او زميل في الجامعة او آآ يعني آآ الشخص ده آآ يعني لو هو لو هو في علاقة ثلاثية هيرجع لك انت هينفاصل عن العلاقة دي لان هو تعبين جدا ويرجع لك انت لو هو آآ مش في علاقة ثلاثية وانتو مثلا فيه بينكم المشكلة هيرجع لك لو انت مفيش في حياتك حد فانت في شخص هيظهر في حياتك انت كنت تعرفه قبل كده حتى ما مكنش تعرفه علاقة علاقة عاطفية بس انت شفته قبل كده او الشخص ده آآ يعني انت تعرفه من زميل وما شفتوش بعض الفترة هترجع تشوفه تاني آآ ده بالنسبة انا قلت هنا كده كل الاحتمالات التقاطل الموجودة آآ انا شايفة النارية معاك كتير والآآ النارية والترابية والهوائية كتير برضو آآ والمائية كمان موجودة الابراج اللي موجودة معاك برج السور برج العقرب آآ برج الجوزاء برج الاسد برج آآ قلنا عقرب سرطان زيك كمان وبرج الحوت آآ العقرب طالع لك مرتين والسرطان طالع لك مرتين يا برج السرطان فانتو شاكلكم بتتعاملوا مع اشخاص آآ ابراظ مائية كتير ونرية كمان آآ وبرج الكوز كمان طيب نبدأ افتراع او هنقول انت ايه او كده انا شايفت في الوقت الحالي انت واقس من الثاني انت حواليك جاي ما قلت في الطاقة بتاعتك انت فيه ناس بتبص عليك انت فيه ناس ممكن تكون بترقبك آآ ناس تكون حواليك معجبين مثلا ناس بتحبك لكن انت فيه حد معين هو اللي باصس عليه باصس عليه ومستنيه جيلك مستنيه ياخد قرار مستنيه هو يكلمك شخص ده انت بتحبه جدا وعايز اقولك هو كمان بيحبك جدا انا شايفة فيه حب من ناحية الصرف الثاني لك آآ فيه حبه متبادل لكن للبعض هيكون فيه علاقة آآ ثلاثية للبعض ممكن يكون هو زميلك في آآ في العمل او في الجامعة او آآ او جار او آآ او يكون بينكو اصدقاء مشترك مشتركين يعني آآ لكن انت ممكن تكون تكون عيشتوا مع الشخص ده سويني بقى آآ انت ممكن تكون عيشت مع الشخص ده قصة حب وكان بينكو مثلا اصدقاء مشتركين او كده والشخص ده مسلا آآ خدعك في حاجة او سابك ومشي منك مرة واحدة او آآ انت اللي سبت ومشيت مرة واحدة انا شايفاك في الاخر انت آآ بتستشفي او انت بتحاول آآ تخرج من آآ آآ يعني من من حالة او من مواقب انت تعرفت لها من علاقة عاطفية فاتت مع شخصك انت انت انتو الاتنين بتحبوا بعد ممكن يكون فيه آآ طرف ثالث آآ ثلاثة ودخل في العلاقة دي افسدها ده احتمال برضو تاني لتبعض النقر آآ لان الكراءة بتاعتك فيها احتمالات كتير جدا وانتو كتير جدا فانا قلت كل حاجة اقدر اقولها دلوقتي آآ طيب لو انت فيه شخص تاني بتحبه آآ تفكير الشخص ده تجاهك ايه الشخص الثاني ده آآ هو عنده حيرة كبيرة عنده حيرة وعنده تردد وعنده طرف تاني ايا انتين بقى الطرف الثاني لكن في كل الكراءة على فكرة الطرف التلت ده موجود بقى يعني فيه طرف تلس يعني فيه طرف تلس آآ عنده حيرة كبيرة جدا مش قادر يسيطر على الوضع في الوقت الحالي ده تفكيره آآ ممكن تكون بتتعامل مع شخص من بورجنيري او السرطان او العقب او القوس الشخص ده عنده حيرة كبيرة آآ عايز يبدأ معاك بداية جديدة ده تفكيره لكن هو حاسس ان البداية اللي هيبدأها معاك دي آآ هو هيدوس فيها على ناس كتير آآ هي آآ يعني هتروح مسلا فيها يعني فيها مسلا ايه آآ آآ هو خايف على قيمة على عادات على فقاليدة لكن في عندكم نهاية الشيء في تفكيره هو عايز ينهي حاجة ويبدأ حاجة وهو ده اللي عملي يفكر فيه آآ هو ده اللي بعضكم ممكن على فكرة تكونوا شوية مش بتكلموا آآ شيسة كي دمك وتواصلوه في تفكيره